اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى ودى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى خلق كل من على الأرض من رجلٍ واحد وأنثى واحدة ثم جعلهم سبحانه شعوبًا مختلفة في الألوان والألسنة والثقافة وجعلهم كذلك قبائل متنوعة وذلك لغرضٍ هو التعارف فاختلاف الثقافات واختلاف الألسنة واختلاف الشعوب غايته التعارف والتعارف محطة وموقف لننطلق منه إلى المسابقة في تقوى الله عز وجل وفي العمل الصالح ليبلوكم أيكم أحسن عملاً في هذه الجلسة سيكون الكلام حول ما هي السلفية التي نعرفها نحن والتي نعتقدها نحن والتي نعبد الله تعالى بها وما هي حقيقة الاتهامات لهذه الدعوة سنبين هذا على وجه الاختصار إن شاء الله أريد أن نذكر بحقيقة بديهية قبل 11 سبتمبر 2001 عاش المسلمون في هذه البلاد فيهم الخطباء والدعاة والأئمة وفيهم أهل السنة وفيهم من له طريق ارتضاه لنفسه لم نسمع قبل 11 سبتمبر عن تطرف لم نسمع عن العنف لم نسمع عن هذه الاتهامات التي بعد 11 سبتمبر سلنا نسمع صوتها واضحاً جلياً بعد 11 سبتمبر سلنا نسمع هذه الاتهامات الاتهام بالتشدد الاتهام بالتطرف وبدأ الإعلام يلبس أهل السنة ثوب التطرف لكن هناك سؤال بسيط من الذي صنع 11 سبتمبر الذي صنع 11 سبتمبر هم أصحاب التيار التكفيري الذين يسيرون على طريق التكفير وعلى طريق استحلال القتال وهم الذين فتحوا هذا الباب بينما وأظننا ما زلنا نذكر الأخوة الدعاة السلفيون وقفوا ضد هذه الحوادث بخطبهم ودروسهم وفتاويهم وإجاباتهم على الأسئلة وتعليمهم وبكل ما عندهم من وسائل متاحة لديهم وقفوا ضد هذه الحوادث لكن رغم ذلك تغيرت البيئة وتغيرت النظرة وتغيرت المعاملة صرنا نسمع أن فلانا المعلم في مدرسة كذا أو فلانا المعلمة طرد من المدرسة لماذا طرد من المدرسة لأنه لا يصافح النساء لماذا طردت من وظيفتها لأنها لا تصافح الرجال صرنا نسمع كذلك أن هناك من يطلب من يطلب المساعدة من العاطلين الذين ليس لهم عمل ومع ذلك لا يحصلون على مساعدة لماذا؟ لأنه لم يصافح الموظفة في القيمينة فإذا في هذه الفترة وجد رد فعل الذي دفع إليه وتسببه هو الإعلام الذي ألبس الدعاة والمراكز من أهل السنة ثوب التطرف بغير حقيقة وصرنا كذلك نسمع من يسمي حجاب المرأة المسلمة المرأة المحتجبة والصلاة في العمل أو في المدرسة أو عندما يرفض الولد أن يغتسل عاريا أمام بقية الأولاد من يسمي هذا الكلام أنه رفض للتعايش رفض للديمقراطية الآن سؤال آخر الصلاة المحافظة على الصلاة احتجاب المرأة المسلمة بحجابها ستر العورة هل هذه قضايا خاصة بالسلفيين وأهل السنة أم هي قضايا يعتقدها كل مسلم ويتمسك بها كل مسلم وهذا في الحقيقة من جهة أخرى فيه صورة لما يصنعه الإعلام كون المسلم يمارس تدينه ويعبد الله عز وجل هذا من حقوقه التي أقرها الدستور والقانون لكنها صارت تسمى رفضا للتعايش لأنهم لو قالوا وقتها أن هذا يمارس حقوقه لما أمكن التحريض عليه ولا أمكن أن تشويه صورته بمثل هذه العبارات لكن التلاعب بالمصطلحات جعل هذا الفعل منه جعله رفضا للديمقراطية رفضا للتعايش بينه وبين سائر طبقات المجتمع كذلك بعدما وقعت حوادث باريس الأخيرة انتقلت النبرة من اتهام أهل السنة والسلفيين بالتطرف إلى المطالبة بإغلاق مؤسسات والمطالبة بإيقاف أئمة ودعاة والمطالبة كذلك بأمور أخرى وقعت فعلا حيث صدرت قرارات بمنع زيارة السلفيين لمراكز اللجوء صدرت قرارات بمنع دخول السلفي إلى الجيش طبعا نحن لا نقول أدخل أو لا تدخل هذا بحث آخر لكن هذا من حقوق المواطنة والمواطن هو الذي يقرر أن يستعمل هذا الحق أو أن له وجهة نظر أخر في ذلك هذا قبل أن يتم هناك بحث أو يتم هناك تحري أو شيء من ذلك فبدأت الأحكام التي فيها التضييق والمحاصرة على السلفيين على أهل السنة في حقوق التعبير وفي حقوق التدين قبل البحث وقبل السؤال يعني المعروف في الدنيا كقاطبة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فصار أهل السنة مدانون حتى تثبت براءتهم بعد ذلك وهذا قد شارك فيه الإعلام بصورة واضحة بدأت منع زيارات الشيوخ للمراكز والمساجد تبدأ المشكلة عن طريق الإعلام بعد الإعلام تنتقل إلى جهة رسمية أخرى وصار من المعروف الآن أن كل مسجد أو مركز يريد أو مؤسسة يريد إقامة لقاء أو مؤتمر لا بد أن يحصل على إذن لا بد أن يستأذن وهذا أمر جديد في بلد ديمقراطي في بلد مثل هولندا نعم الآن سنعرف باختصار ووضوح ما هي السلفية التي نؤمن بها والتي أعلم أن هذه المؤسسات وهؤلاء الدعاة يفهمونها ويؤمنون بها ويعملون بها السلفية هي اتباع الإسلام الذي جاء في كتاب الله الكريم في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه علماء المسلمين هذه هي هذه السلفية التي نؤمن بها والتي نعمل بها السلفيون وهذا الكلام هو تحت الفحص للواقع يعيشون التعايش يعيشونه واقعا ويعيشونه سلوكا يعيشونه في المدارس يعيشونه في المصانع يعيشونه في المكاتب يعيشونه في الشارع يعيشونه في كل مكان كذلك السلفيون أهل السنة كواقع معاش لا يستطيع أحد أن يشكك فيه ملتزمون بالقوانين ملتزمون بالأنظمة ملتزمون باحترام الحقوق العامة والخاصة حقوق الأفراد حقوق المؤسسات حقوق الأمن هذا كله يلتزم به أهل السنة والسلفيون ولا ينكرون منه شيئا ولا يردون منه شيئا كذلك الذي أعلمه أن كل هذه المؤسسات وهؤلاء الأخوة يتجنبون الصدام مع أي أحد سواء كان في المجال الرسمي أو في المجال العام أو في المجال العلاقات الخاصة أو غير ذلك كذلك هم يتعاونون ويتعاملون عن طريق الحوار والتفاهم والإعلام والبيان وهم يعلمون أنه ليس هناك أحد من الناس معصوم السلفي وغير السلفي والمسلم لا ليس هناك معصوم ولذلك هم مستعدون وفي كل مرة يعلنون إن كان هناك خطأ نحن مستعدون أن نصلح هذا الخطأ ونصحح الخطأ ونراجع أعمالنا نراجع طريقتنا إن كان فيها خطأ إن كان فيها شيء يعني ليس بصحيح فهم مستعدون أن يتراجعوا عنهم ويتميزون عن غيرهم أنهم يحاربون العنف والاغتيالات والتفجيرات والتكفير بل والتضليل يرفضون كل هذه الأساليب ويدعون للتفاهم للحوار للتعليم للدعوة لكن من جهة أخرى فأهل السنة يرفضون الإملاءات أن يقال أن يقال لرجل ما أو لإمرأة ما أن لا ترتدي الحجاب أنه يجب أن تصافح النساء أنه يجب عليك أن تفعل كذا وكذا هذه هي أهم المعالم التي أعرفها والتي أعبد الله عز وجل بها كذلك ألفت النظر إلى قضية أخرى بعض المتحدثين والذي يخوف من السلفية يقول أنهم هم الذين ينشئون التيار الجهادي وأنهم هم الذين بنوا فكرهم على العنف سأريكم الآن من الذي ينشئ التيار الجهادي وبنى فكره على العنف هؤلاء هم دعاة تكفير الحكام والمسلمين الذين كفروا أولاً الحكام المسلمين ثم كفروا معظم الشعوب الإسلامية وهم يفرضون عقيدتهم وفهمهم بالقتل والاغتيالات والسلاح وهم معروفون لا يجهلهم أحد أتباع القاعدة وداعش هم الذين يبنون الكراهية وهم الذين يفتحون أبواب العنف وهم ما زالوا حتى هذه الساعة وأظن أن هذه مسألة لا يشك فيها إنسان ما زالوا يقتلون المسلمين من أهل السنة وغير أهل السنة في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام هؤلاء أفعالهم تشهد عليهم فيأتي إنسان ويأخذ هذا الإسم عن هذه الجماعات التي تسلق طريقة التكفير والقتل والاغتيالات وشن الحروب ويضعها على المؤسسات السلفية يضعها على الدعاة السلفيين أين أين ربت هذه المؤسسات جهاديين على هذا المفهوم أين دعت إلى أن تأخذ الناس إلى بلاد أخرى أين أين حصل هذا أين وقع هذا أليست خطبهم المنشورة والمسموعة والمكتوبة وفتاويهم ودروسهم وتحذيراتهم تحذير للآباء تحذير للشباب من هذا الطريق من هذا المسلك من سلوك طريق العنف وسلوك طريق القتل والدم هذه موجودة وليست خافية لكن أين ما يقال بأنهم يبنون منهجهم على العنف أين هو كل الدنيا عند الاختلاف تقوم الخصومات على قاعدة واحدة من ادعى فعليه البينة من ادعى أن هذه المؤسسات أو هؤلاء الدعاة فعلوا هذا أين البينة الدعوة نفسها لا تثبت حقيقة لكنها في واقعنا تنشئ وهما وخوفا وتبني الخوف من المسلم تبني الخوف من صاحب اللحية تبني الخوف من المرأة المحتجبة تبني الخوف من هؤلاء تبني الخوف من المساجد وهذا واقع وهذا موجود وما زلنا نرى هذا في الشارع في أعين الناس ويت يزايد يوما بعد يوم قالوا أن السرفيين هم أعداء الديمقراطية طيب أين يعيش السرفيون في هذه البلاد هل لهم قم قم خاص يدخلون فيه وينفصلون عن العالم أم هم يعيشون بين الناس القوانين والأشخاص والأنظمة والبلاد والأعمال كلها على طريقة الديمقراطية وهم يعيشون فيها كيف يكون أعداء الديمقراطية هل لأن المسلم يعتقد أن الإسلام هو الأفضل نعم نحن نعتقد أن الإسلام هو الأفضل وكل من له نظام حتى الشيوع يعتقد أن الشيوعية هي الأفضل حتى البوذي يعتقد أن البوذية هي الأفضل كل من له عقيدة يعتقد أن دينه هو الأفضل لكن متى وقف أهل السنة ضد هذه الأنظمة ضد هذه القوانين متى تكلموا في رفضها هذا مجرد الوهم يصنعه الإعلام والإعلام لا يتحرك بنفسه هناك من يحركه ويسيره ويستفيد من عمله بعد ذلك كذلك الذي لاحظناه أن المطلوب من المسلم ليكون متعايشا أن يصبح أن يصبح مجموعة صور فوتوغرافية كلما تغيرت ألوان الثياب أو ألوان الطعام أو طرق التصرف يجب أن يتغير يجب أن يخلع هويته أن يخلع عاداته أن يخلع قناعته حتى يصبح متعايشا ديمقراطيا هذا يعني أن المطلوب من المسلم خلع شخصيته وهويته وأن يصبح مجرد طبع لصور يراها في واقعه وهذا يعارض ويخالف تمام المخالفة حقوق الإنسان أي إنسان كائنا من كان هذا الإنسان حقه في التدين حقه في الممارسة حقه في التعبير من المتكلمين أيضا الذين يخوفون من السلفية بل عفوا من الإسلام يقول القائل لا يمكن أن نبقى مستمرين في قولنا أن الإسلام لا علاقة له بالغلوب أنا عندما أقول لك لا أستطيع أن أبقى أقول أن الإسلام لا علاقة له بالغلوب إيش يعني هذا يعني أن الإسلام له علاقة بالغلوب وأن الغلوب جاء من الإسلام هذا أمر خطير طيب لو نظرنا نحن في حقيقة هذا الكلام مبدأ الدفاع عن الحقوق وحفظ الحقوق هذا موجود في كل دولة موجود في كل مجتمع لأجل هذا المبدأ تؤسس جيوش كل دولة لها جيشها ليدافع عن حقوقها ويدافع عن كيانها وزارات الدفاع أسست لهذا الأمر ولكن أن يكون هناك ضوابط أن يكون هذا الدفاع على مقتضل العدل وعدم الظلم والبغي على الآخرين ومع ذلك فالذي أستطيع أن أقوله أن كل فئة من الناس بل كل أصحاب ديانة بدون استثناء كل أصحاب ديانة كل أصحاب فلسفة كل أصحاب نظام بشري أو سماوي فيهم المتساهل وفيهم المتشدد وفيهم المتوسط والمسلمون هم مثل هؤلاء الناس فيهم المتشدد وفيهم المتساهل وفيهم المعتدل فما هو الجديد في هذا الأمر إذن هذا الغلو من أين جاء من سوء الفهم الذي أنتج سوء التصرف وسوء السلوك لكن من جهة أخرى لا ننسى أبدا أن العقلاء من المسلمين علماء المسلمين علماء الأمة ودعاتها أهل السنة هم الذين يتصدون لهذا الغلو هم الذين يبحثون عن أسبابه هم الذين يحذرون من نتائجه هم الذين يحذرون من برامجه فالمسلمون نعم منهم من هو من أهل الغلو هذا لا شك فيه كما يوجد في كل ديانة أخرى وكما يوجد في كل شعب وكما يوجد في كل فئة هناك من يسلك طريق الغلو هناك من يسلك طريق الاعتدال فواجب العقلاء أن يقوموا بالتحذير والمفروض بالعقلاء في كل أمة المنصفين في كل أمة التحذير من هذا الغلو التحذير من أسبابه التعريف بمظاهره وظواهره التي تظهر بين الناس العمل على اجتثاثه من جذوره هذا ما يفعله ماذا ما يفعله السلفيون في هذه البلاد السلفي يخطئ نعم يخطئ هو ليس لا نبيا ولا رسولا ولا معصوما لكن هو يقول لك تعالى حاورني تعالى قل لي أين الخطأ وإذا ثبت عندنا الخطأ فتصحيح الخطأ دين نعبد الله به تصحيح الخطأ إما أن نلتزم به فندخل الجنة أو أن نهمل هذا الأمر فيعاقب فاعله بالنار عياذا بالله أخيرا الذي أريد أن أذكره نقاط قليل جدا نحتاج في هذه البلد إلى إعلام يتجرد لإظهار الحقيقة لأن الحقيقة هي التي تظهر أين الخلل وأين الخطأ وأين الظلم وأين العدل نريد إعلاما يظهر الحقيقة وليس إعلاما مسيرا ضد أو معه لا ضد المسلمين ولا مع المسلمين لا ضد غير المسلمين ولا مع غير المسلمين بل أن يكون دليله هو إظهار الحقيقة وإلا فصار الإعلام أداة تخريب وزرع للتناقض والعداوة بين الناس كذلك نريد محاورا يحاور المسلمين الناس كلها تتحاور يحاور هؤلاء الناس لكن نريد محاورا ناصحا صادقا يبحث عن الحقيقة ويبني على مصلحة التعايش حتى يوصل إلى التعايش الصحيح الشامل للجميع تعايش بمفهوم الجميع ليس تعايشا بمفهوم فئة واحدة على حساب غيرها ولا نريد محاورا علَّب نتائجه جاهزة نتائج جاهزة موجودة يحاورك ويجلس معك ويزورك ويذهب ويأتي وعندما يصدر تقريره يأتيك بنتائج لا علاقة لها بالحوار ولا بالبحث تماما وهذا يقع وقد وقع وما زال يقع نريد كذلك أن تسخر الوظائف الرسمية في الدولة لخدمة العدل وإنتاج التوافق وليس لممارسة التهديد لهذا المركز أو لهذا الإمام أو الإغراء لأن هذا وظيفة الوظائف الحكومية أن تحقق أن تحقق العدل أنها تنتج التوافق المطلوب في المجتمع نحتاج لشريك ناصح صادق يعني إذا رأى عندنا خطأ أو صواب يبين هذا الشيء كما هو بقصد الإصلاح بقصد تدارك الخطأ ولا نحتاج شريكا متربصا يتصيد الأخطاء يبحث عن الخطأ ويتصيده ويحرف المصطلحات يسمي الأشياء بغير أسمائها هذا الشريك سوف يهدم كل شيء وسوف يولد التناقضات وأقول أخيرا البيت الذي اتسعت صدور أهله سيتسع لأهله البيت الذي تتسع صدور أهله سيتسع لأهله ويعيشون فيه بتراحم ولكن إذا صفت النية إذا صدق السلوك والعمل أخيرا أقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نقول يا أهل الكتاب يا أيها الناس يا أيها الشركاء في هذا المجتمع يا شركاءنا في هذا المجتمع تعالوا إلى العدل إلى كلمة سواء أن نكون سواء في الحقوق والواجبات أن لا يظلم بعضنا بعضا ولا يسخر بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا لا يضغط عليه ليذله ويفرض عليه رأيه هو ويلغي شخصيته واعلموا أننا على الإسلام في قلوبنا وفي كلامنا وتصريحنا وفي أعمالنا وهذا الذي نلقى الله سبحانه وتعالى عليه ونحاسب عليه يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا إلى الصواب ويجعلنا من أهله وأن يصلحنا ويصلح بنا وأن يجنبنا كل الشر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا